ونحن لديك الزيادة العددية 3 ديال اللاعبين كونتر لعب واحد كما كنتلاحظه سما راي اللاعب الارتاق السلام عليكم وما ستقابع حولكم في هذا الفيديو دلي وخاص بالويطة الرياضي اللي عنده ماتش يعني في الرياضي الرابع ديال الرابع ديال سوبر الإفرقين المسابقة الجديدة شوفنا الدهاب وشوفنا الانتصاد دليل ويديد ما كوناش تسكلم عن ناديك الماتش قولنا الماتش دليل غدا اللي هو القياب دل نفس الفارقة غادي ندير واحد الفيديو اللي صغير اللي هو خاص ونماتش للعب السلام في الدهاب نتكلم عن بعض النقاط منها البناء دليل ويداد وبعض النقاط اللي كانوا حاسين من فصل مبارس طبعا الحالة الفيديو سيكون صغير ويقدر يكون بشيه والواحد اللي سيكون فضلنا عرادة لأنه كانت تشمبيونز لك في لشي يعني قدروا أن ننجروا فيديو تحليلي خاصة مثلا مبارس للباير وكذلك قلت السراع إلى آخر فنبدأوا على بركة الله فكلما تحضر في هذه المشاهدة تورس من التكسيكي الكبير ويداد في الحالة البناء أو في حالة الإخراج الكرة كانوا يخرجوا الكرة بالنيضان الجوج 1-4 ثلاثة الجوج ومشوز قد بفعله كانوا يخرجوا الكرة في الخلف هذا اللاعب يحيي جبران الذي يهبط لكي يساعد اللاعبين في الخلف لكي يخرجوا الكرة أو لكي يضاب الحمر الخط الثالث في الربعاء اللاعبين الجوج اللاعبين الخط الوصف إضافة إلى الأطيرة والخط الثالث في الثلاثة المهاجمين إذن هذا الطريقة هذه الوهيدات تتخرج الكرة ومنها الخصم كانوا يقوم بتصنديم الدفاع الـ 4-1 ثلاثة فأنا سأتكلم على الجوج المهاجمين الذين تضعون لدينا ضغط الذي كان مزيان بصراحة بالنسبة اليوم كان مزيان هذا الضغط هذا ولكن من بعد نعكسه اليوم سلما الجوج المهاجمين المقدمة كانوا تضعون لدينا طريقة التي كان ستكيئة من عندهم حيث أن هذا اللاعب مثلا هنا الكرة عند الحارس يضغط على الفتيجة السم الأحمر وهنا يجب أن الحارس لا يلعب الكرة توجهة اليوم فيما كان قلب الدفاع وكذلك حتى الظهر اللي هو العمل وتسمى إذن هنا الحارس يجب خيار واحد لهذا اللاعب هذا اللي هو قلب الدفاع الآخر ولكن هنا يأتي الضغط للمهاجم الثاني اللي يمسك لنا هذا اللاعب هذا اللي هو المدافع للهيدات إذن هنا الحارس يضطر إلا عنده حل واحد لأنه يضغط الكرة ويلعب الكرة طويلة هنا عندنا كذلك يحيي جبران على الضغط الحمر الذي قلنا لأنه يكون بعدها تجوش قلب الدفاع هذا يحيي جبران كذلك عنده ثلاثة اللاعبين يعني هذا الخط الثاني من الحال الديفاعي الخصم لأنه يشكل ثلاثة اللاعبين كذلك عنده وكذلك لا يجعله ميسك كبيرا بين دفاع المهاجمين وما بينهم فهناك تبدأ المشاكل بالنسبة للفارق الخصم حيث أن ولك من اللقطة وشوفنا بأن الكرة عاية تلاعبات كلاحظوا بأن الخط الثاني تشكل باربعات اللاعبين الكرة تتحفى هذه الملطقة كما تلاحظوا ثم وأنه يتم الإسقاط ديلا عن طريقة النفذة للفارق الخصم التي تضيح الكرة كما حطت السلام توجه الجوش اللاعبين الذين يكونوا في الخط الثاني بالنسبة للفارق هذا نعم يمكن لكم على أنكم باقي ما ترصدوش المشكلة في الكهنة ولكن نعوده في لقطة واحدة أخرى لقطة واحدة أخرى نص الأمور كذلك تتعاود هذا اللاعب كان يتغطوا منع الحارس بأنه يلاعب الكرة بأنه لا يلاعب الكرة توجه الجهة الأخرى نص الأمور تقريبا تتعاود حارس ديلاعب الكرة ثلاثة اللاعبين من جادة يتوجه يحجبران وفي نفس الوقت لن يجعل مساحة كبيرة ونبينهم ونبين ديلاعب المقدمة فهنا في هذه الحالة لأنه نزيد ونعمقه في النقطة كيف كانت التغلب في كسب هذه الكرة وكيف كانت الكرة تزيد بالنسبة للويتاد هو أن الحارس من الذي يدجاج الكرة أولاً الكرة تفوز ديلاعب المقدمة وفي نفس الوقت تفوز الخط الثاني بالنسبة للخصم التي تشاكم ثلاثة اللاعبين إذا سمعنا جوج مع ثلاثة أو خمسة اللاعبين الخصم التي يسحبون لنا إذا ما سيقعون لنا عن اللاعبين الخصم؟ سيقعون لنا ربعاً ديلاعب واللاعب الذي يكون واحد من بعدهم وهو هذا المعلمة في وسط الرسم التاكسيكي إذا نرجعنا لذلك اللقطة كيف قلنا سابقاً هو أنه الذي تسهب الكرة مع الحارس ستطح الكرة في هذه المنطقة حيث أنه يطيح اللاعب هذا لذي تضب الحمر الذي يهيئ الكرة بالنسبة لللاعبين وهناك تلاحظه بأن هذا اللاعب الذي يكون واحد في ذلك الخط يوقف واحد زيادة عددية تكون عليه من المهاجم الذي سيطيح الكرة فهناك هناك فرصة قليلة لأنه الذي يربح الكرة لذلك اللاعب لذلك الدورة بالزرق بل كان هناك اللاعبين الويداد لذلك الضب الحمر الذي يتسنى وذلك الكرة وهناك غالباً كنا نتقدمهم هذه النقطة هناك كذلك نقطة واحدة خرفت خيخة 16 هناك اللاعبين سيقوم من أسلع مالية اللاعب الأول سيمنع الحارس بأنه لا يلعب الكرة إلى الجهال اليمنى لذلك اللاعبين الويداد هناك الحارس يتسجع إلى الجهال أخرى الذي ينضي قلب الدفاع وهناك نفس العملية تعاودات كيف لا تلاحظه تمارها مسكولينة إذا الحارس يقع حل الوحدة وأنه يلعب كرة طولية هناك الكرة التي تلعب طولية هذه اللاعبين الخط الوسط يدوره مع الكرة وهي أراسهم بأنه لا يستساقب الكرة مع المهاجم أو النف كما تلاحظه كما تلاحظه حافظه كذلك الخصم على نس الضغط أو نس الكيفية الذي كانوا كذلك طبيعا علينا ونحن كنا نقوم بالنفس الشيء توجه النف دينا الذي هو السعود دينا هناك الويداد مع أطوار هذه المبارسة دقيقة مثل 35 استحلى هذا الأمر هذا هو اللاعب كرة مباشرة من المرمى حيث أنه في الأقطة هذه الخصم واقب نس صنديم الدفاعي كما تلاحظه تماما النف دينا الذي لا تضبع الحمرها وليس تياح الكرة هنا في الأقطة هذه ستلاحظوا كيف تكون هذه الزيادة العددية ثلاثة دينا اللاعبين كونتر لعب واحد كما تلاحظه تماما ستلاحظ اللاعب الذي ارتقى معه هو هذا اللاعب الذي يكون واحد في الخط أو كما تلاحظه تماما ولكن يرى الموحيط دينا معامر باللاعبين دينا الويداد وعادة ديناهم الأجنيحة التي توصل لهم من الكرة ومن لذي هذو اللاعبين توصل لهم من الكرة من بعد وكملوا في الهجمة فهنا الخاص معفوان اللاعبين الذين يخصمون من المنطقة المركزية وعادة خمسة اللاعبين الذين يوجدون في الصندوق لأيضا جميع الكرة تستقطتها لأنه يربحهم اللاعبين دينا الويداد إذا بغينا أن تنسوا لقطة واحد آخر لما تستقطتها ثلاثة شوط الأول بحالة كما تلاحظون الكرة مباشرة من الحارس نصف صندوق مدفعة عن الخصم مربعة واحد ثلاثة جوج كما تلاحظون تماما اللاعب اللاعب كما تلاحظون تماما فلاحظوا معي الزيادة العددية التي تشكل هذه اللاعب حيث أنه نقدر صموح المتسللات ومثلاثة اللاعبين واللاعب الخاص مع وقف بينهم كما تلاحظون تماما لأيضا الصعب لأنه يأخذ اليوم الكرة وهنا كنربح الكرة فضل منطقة هذه وهنا الكرة كانت بشي عبر الأجنيحة كيف قلنا في اللقطة السابقة اليوم الدوب الحمر وكننقلوا الهجوم عبر الأطراف كيشوفنا في اللقطة التي فاتت وفي حال هذه اللقطة الكرة مشت على جانا حدينا الكرة عبر الأطراف وبعد طريق هذه كانوا يمكنهم أن نكملوا الهجوم استطلت تلاعب العرضية استطلت أن يربح هذه الكرة ونسترجعها من جديد فكيف رأينا في اللقطة التي فاتت واللقطة التي جاءت فيها ضربة الزيادة كيف قلنا لأنهم استرجعنا الكرة من بعد هذه العرضية رجعوا بتصنديم دفاعي هذه الخمسة ثلاثة جوجس كيف قلنا ثلاثة اللاعبين كانوا ضعف التغطية حيث أنهم يشعروا بجوز بإلاجية وحدة من كرة اللاعبات في النصف كما تلاحظت هنا وهذا المشهد كانوا ضعف التغطية ويمكنها لأن هذه تنفع الويدادة في العودة ويقدروا أنهم يعمروا في الضرب لأنهم بصراحة كانوا بزافة الأغلاط في الطريقة التي كانوا يدفع بها تصنديم دفاعي الويدادة الرياضي كيف رأينا لأنهم كانوا تصنديم دفاعي 4 جوجس 3 وحد كذلك هذه اللقطة 4 جوجس 3 وحد لقطة وحدة أخر لأنها تبين الملعب كامل 4 المدفعين جوجس في الارتكاس 3 اللاعبين في الخط الثالث و اللاعبين في المقدمة بالنسبة للخصص كانوا تعتمد بدرجة أول على المنطقة التي كانت في الخط الثاني ما بين اللاعب و لاعب كما تلاحظوا في هذا اللقطة وكيف كانوا تعتمد هذا اللاعب السلوم من هذه المنطقة من لقطة وحدة أخر كانت دقيقة 64 كيف تلاحظوا هنا حيث أنهم كانوا تخرجوا الكرة وكيف قلنا أنهم كانوا تعتمدوا على هذه المنطقة التي كانت في الخط الثاني ما بين اللاعب و اللاعب التي كانوا تلاحظوا فيها الكرة ولكن من الحالة الدفاع الويداد عرف لأنه يغلق في حلال المناطق وعرف أنه يتعامل مع الحالة وبعض الأحيان يرجع إلى كوتلة التي هي منخفضة وأحيانا ينتقل إلى كوتلة التي هي متوسطة فالويداد بصراحة كان كوشين كوائي عند المدرب لأنه يتعامل مع الحالة في الأراضي الأفريقية ويأخذ بصراحة بصراحة نتيجة التي تقاني جيدة المدرب سيكون غدا إن شاء الله نستطيع أن نقوم بالفيديو وبطبيعة الحالة كما قلنا لأنه في اليوم سيكون كذلك نستطيع أن نقوم بالفيديو تحليلي لحد المباراة للدوري أبطال أوروبا